مارك زوكربرج عمل تغييرات في حياتك ابتدت تشوفها وتسترجعها وتقرنها بمشاهد شهيرة من أفلام يعني مثلا الظاهرة دي على الفيسبوك شبه المشهد اللي مثلا في شادر السمك أو من فيلم تاني ايه المشاهد اللي طرقت في ذهنه؟ هو أنا طبعا يا أستاذة لما قررت بنكتب كل فكرة الفكرة بتعت تتكون الأول يعني بتابع مثلا بروفها الحد معين على مدى طويل بعدين بلاقي حصل موقف معين بأكد وجهة نظري أو بين فيها فبحاول أكتب المشهد فبيبدأ معايا فمثلا أن تكون أحمد أبو كامل أحمد أبو كامل اللي ما شافش فيلم يعني شادر السمك هو أحمد زكي طول الفيلم بيتحدى لحد ما كلهم تجمعوا عليه في الآخر أكيد الجمهور معاني هنا بيشوف ساعات أنه بيبقى في بعض الفنانين ومشاهير فجأة الناس بتكتب عليه أخبار سلبية فجأة بيبقى فيه انتقادات لي فبس أنا ما طبقتش ده بس على المشاهير فيه برضو بعض الناس العادية اللي هو بيبقى طول الوقت عامل يعني مشكلات بيتبرع بالأزمات بيقول كلام إحنا بنقول هو ليه بيطلع يقول الكلام ده عشان يركب الترند لما الناس بتتجمع عليك وبتكتب عليك كلام سلبي أنت اللي بتبقى عامل ده في نفسك فيه عندنا سوق إدارة لطريقة تعاملنا مع بروفيلاتنا على الفيسبوك سواء إيه اللي المفروض نقوله وإيه اللي المفروض ما نقولوش يعني نظريا مزبوط بس عمليا أحيانا في حد بيكون كتب حاجة بمشاهير صورة مع صاحبه أو حد يخصه الصورة بتنتشر خارج السيطرة ومبقاش هو مزيمة هو ما بيكونش بيخاطب الكوكب هو بيخاطب واحد صحيح يعني دي المشكلة حصل نوع من أنواع احنا بناشي حالين فترة اسمها فترة السيولة أو ما يقال عليه يعني مش عايز أقول تعبارات كبيرة اسمها حداثة السائلة أنه الحاجات تدخلت في بعضها البعض صورة معينة ممكن تنزل بصدفة أو بهدف معين تروح في اتجاه تاني خالص حادثة انتحار حادثة خلافة بين فنان وفنان موقف ماتش كورة يحصل يروح في اتجاه تاني خالص وحتى صاحب الشق ده أحيانا صورة سرب من عيد ميلاد في بيت وتنصب محاكمة إزاي تعملوا كده على فكرة هو المشكلة في أن الصورة في واحد لم يكن أمين عليها ونشرها وده في نهاية داخل بيت وبقت الناس بتركز في تفاصيل الكادرات والخلفيات وبيعاملوا مقارنة وهو ده فين وده مش فين والكلام ده كله طبعا منين الناس ده السؤال اللي ممكن الكتاب بيطرحوا ومعنلوش لسه بإجابه منين كل هذا الوقت علشان يبعندهم القدرة أنهما بالساعات الطويلة يوميا يناقشوا هذه الأمور ده سؤال عطاك يتوجه للناس كل واحد كل واحد ممكن يجاوبوا لنفسه عشان كده الكتاب بيجنح للحل الفردي ما ينفعش بقلول قانون ما ينفعش نقول الوعي والأسرة ده كله كله كلام جميل وإن يبقى في حاجة اسمها التربية الإعلامية في المدارس من أول سنوي في مادة يبقى اسمها التربية الإعلامية لا من ابتدائي من ابتدائي الحقيقة لكن أنا كمان كمان يا آدم عمال طول الوقت مسك الموبايل وعمال أعمل كده لازم أقف أعرف إمتى أقف أتكلمت على السكرول دام سكرولينج اللي هو التمرير إلى الأسفل أنا سميته التمرير إلى شيء أو النزول إلى الأسفل وده فعلا أنا المراحظة دي أنا ما كنتش عارفها إلا وأنا بقرأ عشان الكتاب إحنا فعلا بقينا مسكين الموبايل وطول الوقت عمالين نعمل كده يا أستاذ محمد في بعض الدراسات الإحصائية لسه يعني في طول أن الأجيال الجديدة الإصبع الخنصر معوج أكتر من مسكة الموبايل يعني أكتر من أجيال قبل كده ده كلام والعضب ده بيبعنده مشكلة يعني كل دي حاجات إحنا بنا بنعملها ومشواردين بالنا منها بس دي كلها حاجات مش أزمة الأزمة يمكن تكون في بعض الحاجات اللي تربين عليها وبقت مختلفة دلوقتي بيقول أستاذ محمد عبد الرحمن أنهم والأكل وعورتان فاستروا هما أو الأكل والشرب في رواية أخرى عبارة متدولة بين الناس منذ سنوات باعتبارها حديثة نبويا لكنها ليست كذلك المهم أنه محمد عبد الرحمن بيقول ربنا كلنا الواحد ما يكلمش ناسه هو بيأكل أو ما يوريهمش أكله عشان ما يحركش حد بيشتهي الأكل ده أو أنه يبان أنه بيغيزه والنوم لأنه في النهاية لازم الإنسان لما يخاطب الآخرين يكون في كامل اليقظة والهيئة جه كل بساعة الأونلاين ما ورهاش غير الناس نايمة وبتتكلم أو الناس بتأكل الهواء لما كان ده بتعمل في فيلم زمان ولا يتعمل في برنامج كان الدنيا بتتقلب ويحصل جدل أنه هل إزاي حياتنا تبع على الهواء الفرق وده اللي أنا بقوله في الفصل فلسفة بلوك أنه إحنا بقينا بنحط إحنا حياتنا على الهواء من غير ما ناخد بالنا أنا ليه الناس تشوف مطبخي ليه ناس تشوف أكلي طيب ما ده مش مرتبط بأكل أي شي يعني مش مرتبط أنا مش شيف مش فود بلوجر وده برضو اللي بيوري هو ليه اليوتيوبرز بتوع الأكل نجحه لأن الناس عايزة تتلصص على بعضها البعض ده في بعض اليوتيوبرز وبعدين الأسف بينفصلوا وبعد كده يعني حالات طلاق اللي بين اليوتيوبرز بتدل على أنه ما يجمعهم كان حاجة تانية خالص مش الحب أو الجوال اللي هي بدأت هي كطباقة وبعدين يبدأ هو كمان يعمل حاجة على السوشيال ميديا بقت قصة أنا بفكر في الداخل فقط ده يعني نزع رأس مالية بحتة بتولي بارك زوجر بيرج أو كل ما نقترع مثل هذه الأمور وصلنا لإيه يعني